السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشخباركم لباس كديرين تمنوا تكونوا باخر وعلى خير وأحوال جيدة مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مطبخ الأخوات اليوم ان شاء الله كما كتشفوا غادي نوجد معكم وحطاوة ديال الحوت كتجي رائعة كتجي لديدة بزاف صراحة الشكل ديالة كيش هي غادي نوجد كما كتشفوا عدنا هنا الشرغو ممكن انكم تستعملوا اي نوع اخر من الحوت ولكن احنا عدنا الشرغو هنا هره موجود تبارك الله في السوق موجود صراحة كيجي لديد بزاف خاصة الي استعملوا من هاد الطريقة اللي غادي نستعملوا احنا يا عمتما كما كتشفوا كنلقي وقدامكم بهالطريقة هادي يعني الطريقة المعتادة كنحاولو انا ننظفه كامل وفالاخر كنديرو فيه الماء وكنديرو فيه الحامض باش كي يتغسل مزيان وكن وكن شرملو كما كتشوفو كما كتليكم ممكن انكم استعملوا اي نوع من الحوت ولكن احنا استعملنا اليوم شرغو بنسبل توابيل اولة شرمو لغ عدنا هنا عدنا هنا تومة محكوكة دائما توابيل كتديروا على حسب الكمية ديال الحوت لي عندكم عدنا هنا تومة عدنا واحد الكمية ديالقصوبة ومعد نوس ليتحلناها كما كنزيد كان اكد في انكم ممكن انكم استعملوا اي نوع من الحوت حين احنا عدنا الشرغو كل مرة كنحاولو انا ننوعه لكم في يعني في الوصفات عدنا هنا شوية عدنا الرص ديال مع القديل تومة بودرة وخلص تعملنا التومة اللي هي اه العادية ولكن تومة بودرة كتعطيه واحد للدزوينة عدنا البابريكا اه الكامون الملحة وشوية ديال السودانية نبغاد نزيد ملوين الاسطناعي نعود المقادر عدنا هنا يقصور ومعد نوس عدنا التومة عدنا الرص ديال مع القديل تومة بودرة عدنا الملحة الكامون اه الخرقوم اه او الملوين اصطناعي عدنا شوية ديال هادا ديال السودانية وغادي نضيفه الحامض اللي ضروري الحامض مع الحوس ضروري غادي نعصره عوحد الحامضة تورك الله الحامض ده برا موجود والاسواق وغادي نضيفه هنا الزيت زيت المائدة زيت العادية بنسبل الزيت كاي اللي غادي يقول لك عشك تخلطه بالزيت بنسبل الزيت رهي مزيانة منك كينساجمو دوك العناصر ومنك تخفيف حتى الحدة ديال الحرورة كيما كشتو هنا رادرنا شوي ديال السودانية السودانية ولكن دك الزيت ما غاديش تخلينا يعني كتعتغر ديال البنوصة فيما كتخليش دك الحرورة كتبان بزف هنتم هات شرمو لديانا هاي هو اجدا دبا غادين غادين شرملو الشرغو ديالنا اولي الحوت انتم كيما كتشوفو صراحة شرمو لك تشي هي كما تشوفون انضفناه مزيان بالطريقة اللي يشتوا معنا وفلحنا بالطريقة هذي ده بغا دي مدون شرملوه مزيان من الداخل من بره ممكن انكم تعمروا يعني تعمروا بشي حاجه لكي احنا فضلنا اننا نديروا طاوة ديال الحوت غير بالخديرة كجي صراحة كجيل ديدة بزاف يعني كتدخلوا ديك العطرية كاملة عمليش بالفلاحي كل شي وكتعمروا من الداخل من جاة ديال الراس من كل شي وبنسبة الخضيرة اللي كترافقوها معها يعني ممكن انكم استعملوا اي نوع من الخضرة يعني كمكون شرملو بهالطريقة هذي حتى نكملو الحوت اللي عندنا وصراحة كتعطيو الوقت بنسبة لطياب كامل يعني كتعطيو الوقت ديالكم يعني كقد ما كتجيو كتصيب واحد الحاجه وانتم باغين تصيبوه قد ما كتجيو لديدة بزاف وكتعجيب الكبار والصغر. كما كما كتشوف دايما كنشدو ذاك الشرمولة كما بخوا نحاولو انا ندخلوها في الفلاحي. كما العادة اللي كيشوفوا الفيديو ما تنسوش اللي لايك اللي لايك دي لكم بصراحة باش كتخلي الفيديو كيوصل عند اكبر عدد دي الناس. ما تنسوش بارتاجو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. ما مشترك وانا في فلاشين. اشتركوا معنا في فلاشين. كن اعطوكم صراحة الوصفات من القلب. بارتاجو الفيديو ودينا مع الاهل والاصدقاء باش الفائدة تعمع الجاميع. كما كتشوفوا سمحوا لي اكنا اعتدر لكم على على هاد الازعاج. كما كتشوفو كنناخدو الحد دينا كامل كنشرمو بلو كنشرملو بها الطريقة هادي. عندما كما كتشوفو حتى الرسم جهة ديالا الرسم هي كنديرو فالة طرية. اي حاجة ممكن انكم تستعملوها ولكن كنفضل انا بالنسبة لحوث في الطاوات كنفضل ان تكون معا البصلة والبطاطة وماطيشة. اولا غير مع البصلة وماطيشة كتجي غزالة بزيف بزيف بزيف. ومن الفوق هاتتزين كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. انتم كما كتشوفو. درت الطبقة الاولى في التحت كا في التحت قاعد درت دهنت الطاوات درت البصلة من التحت. ودرت هذا البطاطتي قطعتها دوائر ما طلقتها ما تشيحهش درسها دوائر. وماطيش احسا يدرس هدي غوندل او دوائر درتهم تاهمة من الجناب. دباك نضيف هاداك الشرمولة اللي بقات. يعني كنحاولو انا نديرو في جميع الجواني بما تبقى حتى شي بلاست تكون خاوية. يعني كن نديرو له الترقيدة ديال المعقول. انتم كما كتشوفو كا اضافة درت هنا يا طومات سوريز راه موجودة. تبارك الله في الاسواق موجودة. درت الفلافين حتى هو مبلد كل الاخضار والصفار والحمر. مش كاعدة واحد لما نقدر لي هو زوين. وغادي ناخد هديك الشرمولة اللي بقات لينا. غادي نزيد علاشي شوية ديال اخر شي شوية ديال الما. وغادي نكبوها من الفوق. باش حتى ذاك الخضايا راحتي هي كتاخد شوية ديال الشرمولة وكتاخد اللي كل دا ديال ها. كنتمنى ان شاء الله تستعملوا يعني توجد دول ولداتكم والأهل ديالكم شي طاوة ديال الحوت بهالطريقة ها دي. يا را كتجي صرحة لدي ده بزاف المنظر ديالك يجزوين. وهذا الماطيشة سوريز تايي كتفضلت انا ما نقطعهاش خليتها كذي يعني كتاخد دكس هذا صافي كتدوب يا كتولي كتولي كتدوب. وضغيك الطيب. ده با غضي نضيف واحد شوية ديال الزيت. الزيت اللي هو كافي تقريبا دك نص ديالكاس يعني نص ديالكاس يعني زيت اللي كافي باش أنا طيب الكافي لها الطاوة هادي. ممكن انكم تستعملوا الزيت ديال العود ولكن زيت البلدية ولكن انا فطلت انني نستعمل زيت زيت المائدة. حيط بالنسبة لزيت ديال العود كيجيني انا مجهد بالاخص من كيكون مثلا طاوة بحده بتطاوة في الفرن كيجيني شوية مجهدش شوية. الله ما كنستعمل زيت ديال مائدة. ده با غادي ناخد لالبابي آليمينيوم. وغادي نغطيها مزيان. انتو ما كيما كتشفرة غير قطيرة ديال الزيت اللي كندير من الفوق فهمتورة ما كنديرش بزيف. غير قطيرة باش كنحاول انها باش كتشفرة باش كتشفرة. غادي نطلق الماء الفلفلاء ما طيشة البصلة كلها غادي نطلق الماء باش ديال 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 كتجمع. غادي نقدوهم زيان وغادي نغطيها بابي آليمينيوم. وغادي ندخلها الفران اللي هو غادي شعلته على درجة حرارة ميتين. درجة حرارة ميتين. بالنسبة لي عندو من فران ديال لقاز كتشعلو من تحت ستكت طيب وكب من بعد كمليك تحسو بي بيانها طابت كتشعلو عليهم وعد كتشعلو من الفوق بوش كتاخدك تحميرا من الفوق. انتم كما كتشوفو. شكل ديال هارا رائع ولا كالما دق ديالها جربو انا متأكدة بانها غادي تعجبكم بزاف. يعني الفلافيل تعتوه واحد لمندر زوين. طوما تسوريز حتى هي مني غادي طيب ان شاء الله غادي تشوفوا المندر ديالهم كيف يجي كي يعطي واحد لمندر لي هو زوين. غادي كيبقى غادي كأيضافة فقط. را موجود في الاسواق ديال بادك شيل واحد من الافضل يستعمل يستغل هاد الفرصة هادي ديال انه هاد نوع ديال الخديرة كتكون واجدة في هاد الوقع سهدي كي ما شو معنا رغطينا ببابي اليوم خشينا في الفران راه تلقات ذاك الخديرة راه طلقت الماء زدنا غاش شوية ديال ما فعله ذاك الاطرية فقط را مدرناش بزاف. دا باكا ناخدو ذاك لاصوس كمقون كبوش شوية بشوية على الحوت باش كي يجي طري وما كي يجيش ناش مال داخل با الطريقة هادي وغادي نخشوف في في الفران غادي رجعوه الفران باش كي دات التحميرى وهديك الو كتبصار هو سوف توقف في دامها يعني كنحاول ان دا لما كلك يتبخر وكتبص غير في دامها فقط. هاي الطعوة ديالنا را هي وجدات نتم Vision ان شاء الله تنسوا ما توجدوها لوليداتكم وتوجدوها لأهل ديالكم كتجي صراحة رائعة كتجي لديدة بزاف كما العادة دائما كنقول لكم ما تنسوش لي لايك لي كومونتغ ديالكم زوينة كتعطينا الدافع باش كنعطوكم اكتر واكتر واكتر صراحة كتشجعونا بزاف عش دائما كعطوكم جديد بارتاجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش الفائدة دائما تعم مع الجميع كما انشوفوا الطوا ديالنا راكتش هي ووجدوها لوليداتكم ووجدوها للناس اللي عزازين عليكم كما انشوفت متايشة بنسبة للطوماتسوريز لا قطعتها ولكن ضغياء يعني كغير كتت تاخد دكس هادا ضغياء كالطيب الخضيرة يعني مديرش لما بزاف الخضيرة راية تلقات المراس هال الفائلة فيه كما انشوفت لكم متايشة بس لا. شو الحد ديالنا من داخل كيف اجدار ديبار سخون راي الله خرج شو بالفران. عندما كما تشوفو. المنظر دياله صراحة جا رائع كي شهي. اه قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش الدعوات ديالكم و الدعوات ديالنا باش المنتخب ديالنا الوطني ان شاء الله يوصل النصف النهائي ولي ما لا يوصل النهائي ان شاء الله نفوزه باللقب ان شاء الله بإذن الله. را صراحة واحد فرحة كبيرة 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 بزاف الله عم الفرحة. آآ علي نكامة غاربة وعلى الوطن العربي وعلى المسلمين كاملين. والله يكمل فرحتنا يا ربي يا ربي. آآ ان شاء الله الوصفة ديالنا تعجبكم. ان شاء الله تنال الريضة ديالكم. ان شاء الله نكونوا عند حسن ضل جميع وما نكونوا خفاف دراف على على قلوبكم. آآ. انتم كما كتشوفو. حاوت انني نهز من الطاوة ونهو ضعفات الصحن هذا باش شوفوا المنظر دياله كيفاش كي يجيه صراحة كتجي روعة بزاف. آآ نتمنوا ان شاء الله تجربوها وانا متأكدة بانا غدي تعجبكم بزاف. و الى الفيديو القادم بحول الله مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.